وكعادتنا في دراسة مدارس الغزو الثقافي التي يتعرض لها عالمنا المعاصر نجد أنفسنا أمام ضرورة الوقوف على تاريخ القومية العربية لقد ظهرت القومية العربية في القرن التاسع عشر الميلادي كما ظهرت في أوائل القرن العشرين الميلادي وكان أول من نادى بالقومية العربية نصارى لبنان وسوريا لقد مرت القومية كذلك بمراحل هذه المراحل نستطيع إجمالها فيما يلي أولها حركة سرية وهي تلك التي تألفت لها الجمعيات في عاصمة الخلافة العثمانية وهي جمعية الآداب والعلوم عام 1847 في جبل لبنان وكان من أعضائها المؤسسين المنصر سميث وفاندك ومعهما إبراهيم اليازقي وبطرس البستاني وكلاهما من نصارى لبنان كما كانت الحركة الثانية حركة علنية وذلك في شكل جمعيات أدبية تتخذ من دمشق وبيروت مقرا لها وهي الجمعية العلمية السورية عام 1868 وأنشأت هذه الجمعية بتوجيه وحماية إرساليات التبشير الأمريكي وقد تبنت الجامعة الأمريكية بعد ذلك الدعوة إلى هذه الفكرة الخبيطة حتى إن أكثر من 90% من دعاة القومية العربية كانوا من خريج الجامعة الأمريكية ثالثا حركة سياسية علنية واضحة وهذه الحركة ظهرت في المؤتمر العربي الأول في باريس سنة 1912 والذي شجعته السلطة الفرنسية وفتحت له القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية ليعقد فيها جلسته وهكذا بدأت الفكرة القومية ترتدي الطابع العقدية الاستعلائي العنصري على نحو ما آلت إليه القوميات الأوروبية بل أشد وأعتى جاء على لسان علي ناصر الدين أحد رواد القومية العربية قوله القومية بالنسبة لنا نحن القوميين العرب دين له جنته وناره ولكن في الدنيا كما جاء على لسان عمر فاخوري قوله لا ينهض العرب حتى تصبح القومية العربية أو المبدأ العربي دينا يغارون عليه كما يغار المسلمون على القرآن الكريم والمسيحيون على الإنجيلي الرحيم والسؤال الذي يطرح نفسه هنا من أول من نادى بالقومية العربية وللجواب عن ذلك نستطيع القول إن أول من نادى بالقومية العربية هم نصار لبنان وسوريا الذين كانوا جزءا من أدوات أوروبا في تحقيق أغراضها وأطماعها في عالمنا الإسلامي وانضم إليهم المسلمون الذين تربوا في مدارس التبشير والمستغلون من المسلمين أيضا سؤال آخر يطرح نفسه متى أصبحت القومية العربية تيارا شعبيا عاما؟ لقد ظلت الدعوة إلى القومية العربية محصورة في نطاق الأقليات الدينية غير المسلمة وفي عدد محدود من أبناء المسلمين الذين تأثروا بفكرتها ولم تصبح تيارا شعبيا عاما إلا حين تبنت دعوة إليها الرئيس المصري جمال عبد الناصر حين سخر لها أجهزة إعلامه وإمكانيات دولته ويمكن أن نقول إنها الآن تعيش فترة حسار أو جمود على الأقل من هم أشهر دعاة القومية العربية؟ يعد ساطع الحصري داعية القومية العربية الأول وأهم مفكريها وأشهر دعاتها وهو رجل أعجمي لا يستطيع الكلام بالفصحة ويضمر عداء شديد له مؤلفات كثيرة في هذا الجانب تعد الأساس الذي يقوم عليه فكرة القومية العربية ويأتي بعد ذلك في الأهمية ميشيل عفلك زعيم حزب البعث العربي الاشتراكي إن الوحدة الإسلامية العربية بوجود الخلافة التي يدين لها أكثر المسلمين بالولاء والطاعة من الأمور التي جاهد أعداء هذه الأمة للقضاء عليها بفكرة القومية المصطنعة ترجمة نانسي قنقر